السلام عليكم ورحمة الله ما زال قضية ام مايا اللي كان يقول لها انها بنت بوتفريقة ولي كان دائرة تير وزارة ومدارة عامين وشخصيات وجنرالات يعني من بطحين قدامها دائرة في ومش تبغي تيري فود من عند محمد الوقاب الوالي الوزير القدار الهامل كان مدير شرطة قال استقبلوا ارسميا السيدة مايا الناس ترابع تمشي على يديها ورجليها باش يرنديو لها سيرفيش وعشات ساكنة في موريتي وعشات العسا عليها القضية تحا ما زالت يعني بورطان يعني كان خلاص شاف القضية تحا هي وبناتها وحكموا عليها بالحبش وكامل في الابتداء وفي الاستي اناف ولكن عادوا تجدوها على مستوى العسكري لانو لما كانوا خطوا باش يخرجوا توفيق من الحبس خطوا ثاني باش يخليوا باش يطرطانك في الحبس هو وساعد بودفريقة ساعد بودفريقة دلوا رفيرتاعة تليفونات كان لي بعت الميساج للطيب لوح يقول له خفوا على هاداك ودخلوا هاداك وعاونوا هاداك هاداك وما خلش الميساج اللي هادا يرى فيهم اللي بعته الزغمات يقول له الاخر ديرلو ديرلو في الحبس هذاك ما كانش يعيش الزغمات يدي الكوميونيكي في الابيس باللي رانينا من السيد بالامن الوطني والوحدة الترابية يعني المهم ما خلاش سيد هاداك ما خلش كل ميساج هاداك ما عليه كل شي انتقائي يعني شر مزور لاستيك يحبسوني يساعدهم دونك باش يحكموا باش يبطرطال جبدوا حكاية مايا قال هذه حكاية مايا ما تبعتوش لبروستيور يعني كلهم يتبعوا لبروستيور شوف يعني شي شي دوخ قال ما تبعتوش لبروستيور دونك نتاسي باشي تبطرطال جبدوا في الحبس اي واش نحكيت على البروستيور هادي قال كدهب هدايا وكدا ودراهم وعش من ديتهم البانكة احكيت مع المحامي مع الأستاذ دخال برغل حول قضية هذه يقول لي يقول لي ويفيا ونسي ونشوفو كيفاش نسي كاش نسي يقول لي ما كان حتى شي قضية مفبركة قضية مفبركة مية في المية لانا كل شي بالحساب لا دورو خص لا قطعة دهب خصة لا والو كل شي راح بالحساب ما يقدروش يخليوا هذاك دراهم وذهب في كاسرنا عندهم ما عندوش ليطوفر شوى يقول الفانكي من دول الخازنة العمومية هذا هو لا يقولوا لا لك غلط كيمتل الخازنة العمومية او رضوك الفانكي وجده بروسي محاكمة بشير ترتاق يجي واحد يقول له راكنا هرمشي هو كمسؤور كان الفوق ولي كان التحت يعني يدير الفلانكات والمشال دار مايا كان العناصر كان العناصر هذو اللي خدموا علمي في هذه نهر لحد هذه اللي فات رفضوها من عامة قيوص من اللي بتتلافرت عامايا مرفضوهمش جازت المحكمة الابتدائية جازت محكمة الاستئناف وعليش مددوهمش محكمة تشلقها خاصة منهم ولو سيفي الأغلبيتهم منهم الكورونير سماعيل اللي كان حاكم عن طرف وعليش مجبتوهمش ذاك الوقت وعليش مجبتوهم كما تقوم بهم الدكور وعليش مجبتوه لذلك كورونا سماعيل معه زوجة ثلاثة ضباط من مديرية الامدداخلي زوجة ضباط من الدارك الوطني وقال يديرون الأخدم وضعوا منها حتى تحطوهم في الحبس ويقول لك فاضيحة كبيرة فاضيحة كبيرة لأمار بوزوار الناس تدخلوا من الحبس وعليش مجبتوهم وعليش مجبتوهم على جال انهم خطفوا مواطنين حاليا كانوا اختطافات وعليش مجبتوهم وعليش مجبتوهم تدخلوا خصوا دراهم وخصوا اذهب وبركع وبيفي وما ببيفي يعني من 2017 هم ساكتين من 2017 هم ساكتين حتى اليوم وواسي دي صحة اي فارماية عدت العملي فات وعليش مجبتوهم وعليش مجبتوهم وعليش مجبتوهم وعليش مجبتوهم فارماية جابو الهامل وجابو زعلان هذا وجابو زعلاني الوزير بتاع الشغال العمومية وعليش مجبتو وجابو الانسي وعليش مجبتو الغازي وعليش مجبتو الغازي لم يكن يتعبوا برجه وعليش مجبتو وعليش مجبتوهم وعليش مجبتو وعليش مجبتو في الميل تاع ماية الفريعة يحلوه لكي يصيبوا وحجة كي يردو وكي يتعبوا في الحبس لأنه لو يخرجوا في نفس اليوم لكي يتعبوا وصعبوا لم يكن وطوفيق جمال وعليش مجبتو الثلاثة تاخذوا من الضلاثة لكي يشرح حراك استعبوا من الاحراك يقولك او درجاع او رابطة ودراهمهم ورغم أنه لم يقبل الحراق لأنه من غضوة نفسهم بالخميس بالجمعة الحراق خرج بقوة و ندوا بالقاية الصالح و قالوا فيهم لماذا يتقال لأنه قاية صالح كان عضو في العصابة خمس سنين بعد ابو افريقا هذه الأولى الضرك يبقى موضوع مايا هذه وجمعاتها الأمن و فبرة كان يدارينها نفس الشي يقولوا لشير ترطايك أنك في قضية جمال أولد عباس دلت النح ماكملتش لانكات ما في قضية مايا ماكملتش لانكات حسب الأستاذ خرج برغل أنا يسمحي الأستاذ إذا ذكرت اسمه بأن هذا شيء ما قدرش نسكت عليه شيء خطير أنك تفبرك لناس تفتعل قضية بدون قضية يعني أنهم مش يغير في الشريات برك ولا براف أن هذه الشريات و هذه القضايا اللي يفتعلوها راهي تهين القضاء العسكري يجب أن تحين مرتين مرة في المحاكمة التوفيق و ترطايق و سعيد المتفليقة و يحكم عليهم 25 سنة و بعد قلال ما كانوا لبراء القاضية مكاش منها و يزيد يجيهين و هذا كذا الخالب النزار حكمي عليه بعشرين سنة يدخل في طائرة رئاسية و ماذا يعمل معارضة للحكم؟ طعن في الحكم ما يطعنش ما يجهلهم تماما و تزيد في قضية جنرال تاج خالد كيف كيف من اللي يحكم عليها ب 6 سنة و اللي يقول لك لا لا ما كانوا له تشوف يعني اليوم نفس الشي نفس القاضية لما يقولوا في الملف وش كاين ها وليك في الملف تعم بشير طرطان يقول له كاين قضيتها جمال والد عباس و وقفتها ما كملت ستحقيق و قضية عماية ما كملت ستحقيق و ما تبعش لبروسيديو لأنك ذهبوا درها ما أعطيتهم لتريزور بيبليك فاني يحطوا لك حدهم ليه رغم ما هادروش هنوع جاوب لك كان سهل جهاز الأمن بعد ما تم حل الدياراس كنت نحا توفيق الدياراس توجد إلا بتوفيق خمس عشر سنة بتوفيق هو اللي يبدأ هو اللي يغلقوا كان تحت مسؤولية رئيس الجمهورية لا أكثر ولا أقل وبشير طرطان كان منسق والقول قاضي التحقيق جاء أمر من عند رئيس الجمهورية اللي هو مسؤول على جهاز الأمن قالوا وقفوا وقفنا رحوا هادروا معاه من مفروض للفيرما يجيبوا بوتفريقة ويجيبوا رقاب محمد داني زود هذا ما يجيبوهم يعني شو الشخصيات الرئيسية في القضية غايبين وعلاش غايبين وعلاش ما تجيبوهمش هاو السؤال متروح وعلاش ما تجيبوهمش ورقاب تاني ما تجيبوش وعلاش ما تجيبوش ذو كلوا علي قلكراء وعندوا عليهم لينهم في بعضاهم مراهم للرقبة لذلك نرجع الموضوع توقيف هذا الكورونا السماعيل وجماعة من الأمن وجماعة من الجدارمية وكامل هذه لكي يحضروا محاكمات لانه الفارق يبقى في الحبس ما يقدرش يخرجوهم في ثلاثة الأولى وزيد محتاجين توفيق لانه وقلناها ونعودوها خالد نزار ارجع بتدخل من طرف إيف بوني المدير السابق بالمخابرات الفرنسية المدير الأمن الداخل الفرنسي البرناسي هو صديق كبير خالد نزار وصديق كل مسؤولين جزائريين وهو اللي تدخل قلم تردو نزار وليوم راكم فلسطو ما عندكمش كون تتشاورو وخاصة شانقريحة اللي هو لعبها شاف ما عندوش ما عشكون يتشاور يتبدل يزموا رح يجي بزور جنرالات متقاعدين من اللي خلاو البلاد ومسؤولين على جرائم كبيرة مسؤولين على قتل مئتين وخمسين ألف جزائري على فقدان من عشرين ألف جزائري على تعذيب ألاف الجزائريين على تشريد ألاف الجزائريين الزوج هادو نزار والتوفيق يزموا ويرجعوا ويعدوهما العقول المدبرة لنظام شنقريحة ايه ولا شنقريحة دير نظام من عم وتبون الطرطور تعوي ولا الله يقدر الخير لبلدنا والله يعجر برحي الأولاد الحرام السلام عليكم ورحمة الله